كلاهما يجر الحبل من طرفه وغير مستعد أن يرخيه في مسرح الصراع السياسي في العراق الحديث هنا عن التيار الصدري والإطار التنسيقي وأزمتهما المستمرة منذ عشرة أشهر دون مؤشرات توافق أو تهديئة مرتقبة وفي خطوة أكثر تصعيدا يحاول الصدر حشد أطراف جديدة إلى جانبه فوجه طلبا للقضاء بالتدخل لحل البرلمان وتكليف برهم صالح بإجراء انتخابات جديدة وهذا ما لا يريد له الإطار التنسيقي أن يتم بالطريقة التي توافق متطلبات الصدر السياسية وبناء على ذلك يستمر مراثون الاتصامات والتظاهرات بين أنصار الطرفين وسط محاولة الصدر استمالة أنصار الإطار التنسيقي عبر دعوتهم بشكل مباشر إلى الانضمام لصفوفه وترك قياداتهم اللافت في التصعيد بين الطرفين كذلك حديث خطيب الجمعة التابع للتيار الصدري عندما ذكر قوى الإطار التنسيقي بملشيات جيش المهدي والسرايا والأراضي التي تسيطر عليها في إشارة واضحة إلى استعدادهم للدخول في أي مواجهة عسكرية محتملة أزمة العراق السياسية لا تقتصر على الصراع بين التيار الصدري والإطار التنسيقي وإنما تتوسع لتشمل النظام السياسي القائم بشكل عام بما فيه الأحزاب التي حولت البلاد إلى بؤرة توتر لم يعد ضرارها مقتصرا على الجغرافية العراقية بل تجاوزتها إلى المستوى الإقليمي وبات إنهاء هذه العملية السياسية مسألة أمن إقليمي وعربي فضلا عن هدف شعبي عراقي